السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحد الفلاسفة الروسيين كتب في كتابه مقولة وردت عن أمه كان يقول كانت أمي دائما تقول لنا اضحكوا في وجه أبيكم عندما يعودوا للمنزل فالعالم في الخارج قاس جدا ثم أردف قائلا وكانت أمي تقول لنا دائما العائلة هي الملاذ الأول والأخير لنا في هذا العالم القاسي وكانت دائما ما تنصحهم أن الأب إذا رجع للمنزل فإنه يشعر بالأمن والأمان فالعائلة هي أمان لأن العالم في الخارج هو العالم المتوحش وقفت على تلك الكلمات حاولت أن أجعل لها صورة شرعية جميلة أبحرت تذكرت قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فعلا سكينة عكس الحركة من السكون نحن يا سادة في عالم نتحرك سواء كنا تصاعديا تنازليا يمنى يسرى المهم أننا نتحرك نعاني مما نعانيه نعم نعاني من قسوة العالم الخارجي مطلب الحياة صعب وصعب جدا مطلب أن تلبي حاجات نفسك صعبة وصعبة جدا أن تلبي رغباتك وتؤمن لأسرتك العيش الكريم صعبة وربما في هذا العالم مستحيلة وربما صعبة المنال فعلا حينما نأتي من عالم متوحش نمر بها على الظالم والمظلوم الطبيب والمريض القاسي والضحية الجاني والمجن عليه الكاذب والصادق في خطواتنا في كل خطوة نمر على رجل أو على صفة أو على خلق نمر على المتمرد والمستضعف نمر على ذلك المتجبر على الناس وذلك الضعيف الذي يأكل حقه فندخل إلى منزلنا منزلنا هو الملاذ الأخير لا نريد أن نرى به ظالما أو مظلومة لا أريد أن أرى به متجبرا متكبرا أو متفلسفا على المستضعفين فأحتاج فعلا أن أرى في وجوه أبنائي تلك الضحكة التي تنسيني قسوة العالم الخارجي فأنت الملاذ الأخير لو مشيت في طريق يعاني من البرد القارس البرد الذي يجعلني أتذكر الموت فإنه في النهاية لو جلست بجوار نار ودفء سأنسى البرد لو جعت مهما جعت حتى كنت أردى لكن في النهاية إذا أكلت سأنسى ألم الجوع حتى لو عانيت من الحر مهما عانيت لو جلست في جو بارد سأنسى قسوة الحر هذه الأسرة أنت المقر الأخير أنت المستقر الأخير أنت الملاذ الأخير سأنسى العالم القاسبك أعجبتني هذه الأم أم الفيلسوف لا غرابة أن يخرج هذا الفيلسوف من تربية تلك الأم فيعلمتهم أن الأب حينما يأتي إلى العمل إنما يريد أن يرى جوا مستقرة إنما يريد أن يرى الفرح والسرور لأنه عانى ما عانى في يومه يا سادة هي عينك هي عينك هي عينك ترى بها ما تشاء هي عينك تنتقل بها كيف ما تشاء هي عينك تتجول بها في ربوع وطنك وربوع العقول فليس فقط حينما أتكلم عن ربوع الوطن أعني به الخريفة والصيفة والربيع على أودية الجبال لا أعني هذا أجمل تجول هو أن تتجول في ربوع عقول الناس فهي عينك يا سيدي أنظر للحياة بنظرة التأمل وأمل أنظر للحياة بنظرة لا أريد أن أعكر حياتي فيكفيني قسوة الدنيا هيئ نفسك وطن نفسك جهز نفسك على أن يكون بيتك هو ذاك المستقر الروحي الجميل لك روحنا تحتاج إلى راحة أجسادنا تحتاج إلى مستقر عقولنا تحتاج إلى فكر جميل لكن ينهض من الأسرة وينمو من الأسرة فهي الملاذ الأخير هي عينك يا سيدي لا تلومني إذا جلست في مقبرة تنظر للقبور ثم تأتي تقول أنا أعاني من الاكتئاب طبعا ستعاني ومئة بالمئة ستعاني لا تأتي وتشاهد الحروب والدمار والدماء ثم تقول هذا العالم متوحش طبعا متوحش لا تأتي وتشاهد الأمراض والأوجاع بعينك ثم تقول أخشى أن أكون مريضا طبعا أنت مريض وستخشى المرض فعينك هي ترى فتنعكس في خاطرك ما ترى يا سادة الذي يراه الإنسان ينعكس على صورته النفسية الذي يراه الإنسان ينعكس على صورته النفسية وتغنت العرب الماء والخضراء والوجه الحسن تغنت العرب بالجمال وبالأودية وبجمال الطبيعة وقممها تغنت بكل ما هو جميل لأنه يريح النفس ويعطي للنفس جمال الحياة يا سادة النبي عليه الصلاة والسلام يضع ميتا في قبره فيرى فجوة بين اللبنات فيقول عليه الصلاة والسلام سدها فقال الرجل هل تؤذي الميت يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لا تؤذي الميت ولكنها تؤذي العين بأبه وأمه يقف على قبر يدف الميت ويحسن العمل ولا يؤذي عينه فيا سادة يا سادة لا تؤذ هذه العين بما يؤذي المشاعر لا تؤذ هذه العين فالعين ناقلة كالأذن لا تسمع ما يؤذيك حتى لا تجرح ذاك القلب فيترتب عليه الذي يؤذيك لا تشاهد ما يؤذيك حتى لا تجرح هذا القلب وهذه النفس وهذا العقل حتى يأتيك الذي يؤذيك نحن بحاجة أن نقف مع أنفسنا بداية من الأسرة ربوا أبنائكم التفتوا إليهم التفتوا لزوجاتكم التفتوا لأسرتكم اعلم أنها الملاذ الأخير في هذا العالم القاسي كل يسعى لراحته كل يسعى لحياته أن تكون مستقرة كل يسعى لمآله ومناله وسعادته لكن أن تسعى دائما لهذا لا يلومك أحد لكن إياك أن تتخطى على جسد أحد أو أن تظلم أحد أو أن تعكس صورة سلبية عن نفسك وعن طموحك إحلم ما شئ فالأحلام لا سقف لها لكن إياك أن تبتغي بحلمك هذا سلم من المظلومين إياك أن تبتغي بحلمك هذا أن تنل إليه سلما من قسوة على الناس وأن تتجبر على الناس فيا سيدي أنظروا لعينكم أين تتجه ثم لوموا أنفسكم لا تجلسوا بين القبور لا تناموا بين القبور لا تناموا بين القبور ثم تطالبون بأحلام وردية مع الحور العين لا تناموا بين القبور ثم تطالبون بأحلام وردية في الدنيا يا سيدي أينما وضعت رأسك ستنل من ذلك الموضع ما تنل به الراحة أو التعب هو عقلك ما تضعه في عقلك ينعكس على نفسيتك وذاتك ضعوا في عقولكم سأحيا ضعوا في عقولكم سأحيا كيف ما شئت سأحيا بسعادة وتألق سينعكس هذا على نفسك ضع في عقلك أن الحياة صعبة وهامشية ونحن على الظلم نجري ونحن 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 ستجلس في زاويتك يا سادة أنا لا أسمع الموت ولكني أسمع تلك الخطوات وأنت تمشي في مسار الحياة فمرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان ترجمة نانسي قنقر